هننتقل لمشكلة اخرى بتعاني منها دولة عربية شقيقة بدأت تظهر فيها هذه المشكلة مشكلة انتشار القمامة انتشار القمامة والنفايات في بيروت احنا عندنا هنا المشكلة في مصر ومتعايشين معاها بقلنا فترة وشغالين عليها ومستمرين فيها والحد دلوقتي ما تحلتش لكن ما حصلش بسببها تظاهرات او مشكلات لكن لو رحنا لبيروت هنلاقي ان فتيل الازمة الذي اشعله هناك كان بسبب النفايات على كل الاحوال انتشرت قوات الجيش اللبناني في شوارع وسط بيروت لانهاء اعمال الشغب الواسع التي وقعت في مظاهرات امس وذلك بعد فشل الامن في انهاء اعمال الشغب التي شابت المظاهرات المنددة بازمة النفايات والفساد في البلاد كان اكثر من مئتي شخص قد اصيبوا خلال فض قوات الامن المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام وسط العاصمة اللبنانية مشهد مضطرب تشهده بيروت بعدما اصيب اكثر من مئتي شخص خلال فض قوات الامن متظاهرين حاولوا الاعتصام وسط العاصمة اللبنانية باستخدام الغاز المسيل لدموع والمياه بعد قيم من وصفتهم الشرطة بالمندسين بالقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الامن مما ادى لاصابة العشرات منهم واشتعال الاوضاع لليوم الثاني على التولي اقالة الحكومة واسقاط النظام اصبح المطلب الاساسي للمحتاجين بعدما كانوا يطالبون فقط بالتخلص من النفايات ذلك بعد التعامل العنيف غير المبرر من قوى الامن والتي ادان رئيس الحكومة تمام سلام ممارستها سلام الذي خرج مع بداية الازمال يلقي باللوم على الخلافة الحزبية في ترد الاوضاع المعيشية للبنانيين ومطالبا بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين يبدو الآن في مرمى نيراني غضب المحتاجين المتواجدين امام الصراي الحكومي كما ان رئيس الوزراء غير المنتمي لاحزاب سياسية يجد نفسه عاجزا عن التصرفي وسط الخلافات التي تضرب مكونات الحكومة حملة طلعت ريحتكم الدعية لتظاهرات حددت مساء اليوم لمعاودة التظاهر بينما الحكومة يفترض ان تكتمع الاسبوع القادم لمناقشة القضايا الحياتية الملحة وتبقى الاحتمالات مفتوحة لتطورات الوضع في بيروت